يوما بعد آخر يظهر الوجه الخفي والقبيح للصراع في البحر الأحمر حيث تم تحويل وحرف المسار العالمي للتضامن مع غزة ورفض ما يحدث من جرام بادة وتنكيل في حق أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر إلى الخوض في عسكرة البحر الأحمر وجمهرة الضربات الأمريكية على الجماعة الحوثية من جاتي كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وجود قنوات اتصال مع طهران قبل وبعد الضربة الأمريكية على مواقع تسيطر عليها المليشي الحوثية في اليمن وإن الولايات المتحدة وجهت رسالة خاصة لإيران بخصوص الحوثيين ولم يستبعد الرئيس بايدن تكرار الهجمات على مواقع الحوثيين إذا لم يتوقفوا عن مهاجمة السفن في أهم ممر ملاحي للتجارة بين الشرق والغرب مصادر صحفية أكدت أن الضربات الأمريكية والبريطانية على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن هو ما يبحث عنه الحوثيون بالضبط مشيرة إلى أن تلك الهجمات تنقذ الجماعة من الضغوط المطالبية والإنسانية في الداخل وتعزج جهود التجنيد وحجد المقاتلين إلى صفوفها وكانت الولايات المتحدة نفت تنفيذ أي ضربة جوية يوم السبت ولا يزال الجميع يتابع مصدر الغار التي تمت في ذات اليوم والجهة المنفذة وكان المتحدث باسم الجماعة الحوثية قد قلل من أثار الضربات الأمريكية البريطانية التي كان آخرها العملية التكملية بواسطة صواريخ توما هوك التي أطلقت من سفينة في البحر الأحمر من جهة أخرى جددت إيران إعلان براءتها من عمليات الحوثيين في البحر الأحمر وقالت أن لا تريد التدخل المباشر في المواجهة الجارية وأكد مصدر إيراني أن الحوثيين يتخذون قراراتهم بأنفسهم خصوصا بعد أن سحبت إيران سفونها من البحر الأحمر قبل الضربات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين وقال مسؤول إيراني رفيع لوسائل الإعلام الغربية أن طهران تدعم قتال الحوثيين لكنها لا تريد حربا شاملة في المنطقة في إشارة إلى رغباتها بإبقاء المواجهات في الدول العربية حيث وقلاءها بعيدا عن التأثير المباشر على مصالحها وأمنها القومي ترجمة نانسي قنقر